بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعزلون هو الذي خلق من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتغون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمتل لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحته فأهلكنا من قبلهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمسوا بأيدي إن لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أوزل عليهم الملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأرض ملا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه ربلا وللبسنا عليهم ما ينجسون ولقد استرزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخرون مما كانوا به يستهزئون قل زيروا في الأرض ثم انبوا كيف كان عاقبة مكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليبمعنك لا يظهر قيامة لا ريبه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل هما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز مدين وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لمنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلئة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهو لا يؤمنون ومن أظلم لمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرطوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنتهم إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف جذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفتغون ومنهم من يستمع إليك ودعنا على قلوبهم أكثنة أن يفقظوا وفي آبانهم وقرا وإن يرى كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادمونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وينهون يبلكون إلا أنفسهم وما يشيرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا بما نوعا وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوسين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون قد خسر الذين كذبوا لرقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة ضغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزهون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوزوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلنا في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تقولن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله صم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل علي آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آياتهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من غابة في الأرض ولا قائر يطير بجناحه إلا أمه أمثاله ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآيات آصف وبطنوا في الظلمات من يشأ الله يغلل ومن يشأ يدعنه على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إيام تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحمى عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فلحوا بما أغطوا أخذناهم بغتة فإذا مبنسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعتم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف انصرفوا الآيات ثم هم يصدكون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة أن يملكوا إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وموذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسفون قل لا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي أعماوا بصيرين أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطرده فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا وهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحمين وكذلك نفصل الآيات وليستدين سبيل المجلمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أمواءكم قد ضلنت إذا وما ألم من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما عندي ما تستعدلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصفين قل لو أن عندي ما تستعدلون به لقضي الأمر بيني وبينك والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه لنقضى أدم مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويغسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته وصلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسسين قل من ينبيكم من غرمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية قل إن أنجالا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله ينبيكم منها ومن كل كربي ثم أنتم تشرفون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قل انظر كيف مصرف الآيات لعملهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بكل لبئ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما يوسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعبهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن ترسل نفسه بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفير وإن تعدل كل علم لا يخف منها أولئك الذين قد سروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا بان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه له أصحاب يدعونه إلى الهدى إذنى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقوموا الصلاة والتقوم وهو الذي إلي تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفع في الصور عالم الغير والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رئيك وتبع قال هذا ربي فلما أفد قال لا أحب الآفدين فلما لألقمر بازغا قال هذا ربي فلما فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القرن الضالين فلما لألقمر الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال فلما أفلت قال يا قول إني بريء مما تشركون إني والدهد وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحادهم قوم قال أتحادني في الله وقد هدى أفلت قال ولا أخاف ما تشركون بي إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينذر به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحب بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حبتنا آتلها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب قلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهاريب وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وينوس واليطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ودتبيناهم ونبيناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله ليهدي به من يشاء من عباده ولو أشرفوا لحلط عن ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفوا بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هنى الله فبهداه يقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قال ما أنزل الله على بشر شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به مرسى نورا وهدى للناس تجعلونهم قراطيسا بدونها وتحفلون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذروا في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وليوزر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ونوح إلي شيء ومن قال سأوزل ومن قال سأوزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسفوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب اليوم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكرون ولقد بيتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتردتم ما خلقناكم وراء أغموركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بيتم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحق والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك من الله فأنا تفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم المجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات بقرن يعلمون وهو الذي أنشأت من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خدرا فأخرجنا منه خدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طليا قل يا قنوان دانية قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبئا وغير متشابه قلوه إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَجَعَلُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ لِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُمْ بَلِيلَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْفٍ سُبْحَانَهُمْ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُمْ لَهُمْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ صَاحِبَةٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُونَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَتِيلٍ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيلِ قد جاءت بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلم اتبع ما أولي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرف عن المشركين ولو شاء الله ما أشرقه وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوتين ولا تسفوا الذين يدعون من دون الله فيسفوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم سلم إلى ربهم مرجع فيذبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم أنه جاءتهم آية ليهمن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعرهم إنها إذا جاءت لا يهمن ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونبغ في طويانهم يعملون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحسرهم جميعا يا معشر الجن قد استكسرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أدلنا الذي أدلت لنا قال النار مسواك الخالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وتذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسرون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليهم آياتي وينزرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغردهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مملك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل دردات مما عملون وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ لهم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتهم وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكاناتك إني عاملوا فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنهم لا يفلح الظالمون وجعلون الله مما ذرأى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعنهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصر إلى الله وما كان بالله فهو يصر إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم ولينبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذروا وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرص حذر لا يطعمها إلا من نشاء بزعنهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يكون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن تتميتا فهو فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سبها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم ومفتراء على الله قد ضلوا ما كانوا يفتدين وهو الذي أنشأ جرينات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا ككله والزيتون والرمان متشابها قلوا من ثمنهم إذا أثمر وآتهم حقهم يوم حصاده ولا تسركم إنه لا يحب المسرفين ومن الألعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواد من الطأم اثنين ومن المعز اثنين قل أذك ويم حرم ألم الموسيين أم ما اجتمبت علي أرحام الموسيين نبئوني بإلم إنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البطر اثنين قل أذكرين حرم ألم الموسيين أم ما اجتملت علي أرحام الموسيين أم بوتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم لمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أدب فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو دما مسروحا أو لحم خزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير بام ولا عاد فإن ربك غفور وحيم وعلى الذين هادوا حرمناه الذي غفور ومن البطر والغنى حرمنا عليهم ومن شفومهما إلا ما حملت زهورهما أو حوايا إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيين وإنا لصابقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تحرسون قل فلله الحدة البالغة فلو شاء لها ذات الأدمعين قل هدم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهو بربهم يعددون قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشهدونه شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا وأولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ضار منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق زالكم وصابوا به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ما لن يدين إلا باللتي هي أحسن حتى يبلغ أشهده وأوفوا الكيل والميزان بالقصة لا نتلف نفسا إلا وصعها وإذا قلتم فاعجبوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوه ذلك وصابوا به لعلكم تذكرونه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السول فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصابوا به لعلكم تتقون ثم آتي إلى موسى كتابة مالا على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أوزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند رسسهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أوزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاء بينهم من ربهم وهدى ورحمة فمن أضله من من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل يغضرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لما نعلم لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا متظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لستمين في شيء إنما أمروا إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسفي ومحياي ونماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمنك وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبعي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزد وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاته إن ربك سبيع العقاب وإنه لغفور رحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر